اليوم سنستعمل العجين بهالاكلة سنعمل حراب إصبعه سريع لكن سيكون قوامه مثل إذا استعملنا العجينة تماماً هالاكلة من الأكلات الشامية الأديمة والمحبوبة كتير أول مواد ده هو العدس اليوم سنستعمل العدس الأبيض ننظف العدس وننقيه ونحطه على النار على نار متوسطة ينسلق نصف سلقة يعني ما بدي إياه يستوي على الأخير وينهره ويصير ما إلو قوام خاصة هذا العدس الأبيض ينسلق بسرعة لذلك بس نصف سلقة بهالوقت بينما العدس عم ينسلق بدي إقلي البصل بدنا بصل مقرمش لذلك قطعت أربع بصلات كبار وطفت عليهم معلقتين كبار من الكورنفلاور النشا بخلطهم هيك مع بعضهم فرفد البصلات عن بعضهم وبخليهم خمس دقايق بعدين لح انخل النشا بمصفاية اتخلص من النشا الزايد ومنبدأ بنقليون بالزيت هيك بيطلع معنا البصل مقرمش ولونه ذهبي وما بيطرى بعد فترة حتى ممكن أنا بحطهم بعلا بفرزهم بالفريزر بيضلوا مقرمشين بهاي الطريقة بس يصير لون البصل هيك أشأر ذهبي متل جنح الدبور متل ما بنقول بالشام برفعهم وبحطهم على مناديل مطبخ ولحتى البصل يظل مقرمش ولونه حلو ما منكتر كمية البصل بالمقلية يعني بقلي البصل على دفعات البصل من المكونات المهمة بالحراب اسبعوت لحظوا كيف صار لونه أشأر وكتير مقرمش هيك لازم يكون وما بيرخي ما بعد شوي منلاقي هيك رخة هيك طيابة البصل يكون البصل اللح نستعمله بالتزين وكمان لح نحط شوي منه داخل الطبخة بس ينضج العدس نصف نضوج نصف استواء بضيف المعكرونا اليوم عم بستعمل المعكرونا اللي بتشبه البترفلاي اللي بتشبه الفراشة ودائما مقدار العدس بيكون أكتر من مقدار المعكرونا وبخليهم على نار متوسطة لحتى تستوي المعكرونا مشان هيك قلنا إنه العدس بيكون نصف نضج إذا كان العدس نضج كتير وحطيت المعكرونا بينما تستوي بيكون العدس نهرة وصار شكله موحلو أبداً هلأ عم ضيف الملح ضفت معلقتين من الملح والملح حسب الزوء ومنبدأ من حرك لحتى اختبر المعكرونا تكون نضجة بالشوكة بقدر أعرف إذا نضجت المعكرونا أو لا على جنب بينما المعكرونا عم تستوي عندي هون كوب من زيت الزيتون ضروري يكون زيت زيتون حتى يطلع الحراب أصبعه أطيب راح حط معلقتين من التوم وبقليهم مجرد ثواني ما بدي التوم أبداً يتغير لونه فوراً وبضيف عليه هون الكزبرة المفرومة وهي من مميزات هالأكلة اللي بيجيب طعمه هو الكزبرة والتوم فوراً برفع على النار ما بخليه لوقت طويل يتغير لون الكزبرة بدي إياهي كلونه لون الكزبرة يظل أخضر هيك عندي استويت المعكرونا صارت جاهزة هلأ بدي إبدأ ضيف الطعم اللي بيميز الحراب أصبعه هو الطعم الحامض راح إبدأ ضيف عصير الليمون هون ضفت ربع كوب من عصير الليمون مقدار الحموضة انتو بتحددوه بس هالأكلة طيبة تكون طعم الحموضة فيها ظاهر كمان بدي ضيف معلقة أو معلقتين كبار من التمر الهندي تمر الهندي بيعطيه حموضة ومزة طيبة وبيعطيه لون حلو هيك عمنا نحرك صار أضفنا ليمون وضفنا تمر الهندي وهلأ بدي ضيف تقريباً شيء أربع معالي كبار من دبس الرمان دبس الرمان بيتميز بلونه حيعطيه اللون الحلو للحراب أصبعه ورح يعطيني طعم حامض مع شوية حلاوي هذا اللي بيميز دبس الرمان تحريكة صغيرة تلاحظوا كيف صار اللون لون كتير حلو هون فينا ندوق ومنعدل الملح منعدل الحموضة متل ما نحنا منحب ولأنه اليوم استعملنا الحراب أصبع وستعملنا الماكرونة ملعجين فأنا بحاجة لحتى خطر هالحراب أصبع ويطلع له سماكة عندي معلقة كبيرة مليانة من الطحين حطيت له ربع كوب من الماء بدوبهم هيك مع بعضهم ليدوب الطحين وبعدين بصفيهم صار عندي ماء مع طحين صافي ما فيه أي كتل بضيفهم فوق الحراب أصبعه هذا الشي رح يعطيني القوام اللي متعودين عليه لما بنعمل الحراب أصبعه بالعجين القوام بيكون مختلف ما بيكون زايت بتبقى مرقة الحراب أصبعه وقوامه فيها شوية ثخانة سماكة رح دوق رح شوف الملح والحمض حسب الزوق هلأ مننا نضيف الزيت نضيف كل الزيت اللي قالينا فيه الكذبرة والتوم مع شوي من الكذبرة والتوم وبخلي الباقي للتزيين على سطح طبق التقديم بضيف الزيت كلياته هذا اللي بيجيب طعم الحراب أصبعه هلأ هون حضيف شوية من البصل المقلي يعني شي كمشة والباقي رح خليهم كمان للتزيين فورا بطفي النار ما بخلي بقى أي غلي خلاص بطفي النار مشان تضل الكذبرة لونة أخضر وحلو أنا ما بقدمه مباشرة مبخليه تقريبا يهدى ويتماسك ويتمازج مع بعضه تقريبا نصف ساعة وفينا أكتر يعني حتى هالأكلة بتتقدم باردة وعلى سطح صحن التقديم نبدأ منحط الخبز المقلي نبدأ منحط الرمان الكذبرة مع التوم منحط البصل المقرمش ومنقدمها أكلة من أطيب الأكلات الشامية الحامضة وبشوفكم بالفيديو الجاي اشتركوا في القناة